من جانبه ثمن رئيس وزراء هولندا مارك روتا دور مصر في تحقيق التهديئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما ثمن روتا دور مصر الهام في إنفاذ المساعدات داخل قطع غزة نشعر بكل فقر بالدورة العظيمة التي تلعبه مصر منذ يوم 7 أكتوبر سيد الرئيس فقد أثبت أن لكم دورا لا غنى عنه لوجستيا وإنسانيا ومحوريا في هذه الأزمة وقد أشرت أن مصر استضيف الآن 9 ملايين لاجئ في الوقت الحالي على الأرض مصر نتيجة لذلك ونتيجة لجهود سيادتك فإنه قد طرد العديد من الأشخاص من غزة وكذلك استغطعتم أن تقدموا الدعم الإنساني لملايين من الشعب في غزة ولكن كما ذكرت فإن الموقف مأساوي إننا بحاجة ملحة إلى الحصول على أو إدخال الحصول من المساعدات إلى فصل وأن نضمن أنها تصل إلى المواطنين بأمان كذلك فإن هناك ممر للمساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي والأمريكا هو أمر مهم وقدمت يقدم بعد الإعانات ولكن هذا ليس كافيا ترجمة نانسي قنقر